تربية الأبناء وأستاذ في جامعة مجل في كندا وإحنا عارفين أن جامعة مجل طبعا هي من أفضل الجامعات على مستوى كندا درس مايكل ميني هو درس العلاقة بين تربية الإبناء والإجهاد عبر سلسلة من الدراسات أجراها على الفقران طيب ليه دراسات على الفقران؟ إحنا عارفين أن الفقران عادة في الطب بنستعملها كتير في الأبحاث لأنها بتمتلك بني الدماغ مماثلة للبشر لحد كبير جدا لحظوا أن الفقران الأم بتختلف اهتمامها بأطفالها في فقران لها أنماط مختلفة من اللعق والتنظيف بنسميها licking and grooming behavior فهو تقريبا قسم الفقران إلى نوعين أمهات عندها أنواع دا من اللعق والاهتمام بالأطفال أكبر نقول بصفة عامة الأمهات اللي بتهتم بالأطفال أكتر والأمهات اللي بتهتم بالأطفال أقل فهو خد الأطفال دي على عمر 22 يوم أطفال الفقران وبدأ يفصلهم عن أمهاتهم واستنى لغاية ما بلغوا نضوج أكبر على سن 100 تقريبا 100 يوم وبدأ يجري عليهم بعض الأبحاث عمل بحسين رئيسيين في البحث الأول كان بياخد الفقران ويحطوهم كده زي في قفص كبير ويسيبهم لمدة خمس دقائية وإحنا عارفين أن الفقران اللي عادة تبقى خايفة مش جريئة بتستنى على حدود القفص ده زي ما يقول كده يعني بتمشي جنب الحيطة ولقى أن الفقران الأكثر جرأة بتقدر تستكشف أكتر في القفص في اختبار تاني خد الفقران الجائعة وحطاها في قفص لمدة عشر دقائق وبدأ يقدم ليهم الطعام برضو إحنا عارفين أن الفقران الخايفة ولما داشت ثقة في نفسها بتاخد وقت أطول أنها تبدأ تاكل وعادة ما بتاكلش كتير طيب النتائج اللي لقاها في التجربتين حقيقة كانت النتائج مزهلة جدا في التجربة الأولى لقى أن الفقران اللي أمها كانت بتهتم بيها أكتر كانت أكثر جرأة وأكثر قابلية على الاستكشاف قضت تقريبا 35 ثانية من الخمس دقائق في الاستكشاف في حين أن الفقران اللي أمها كانت أقل اهتماما بيها ما قضيتش غير خمس ثواني فتخيلوا سبع أضعاف أكتر من القدرة على الاستكشاف للفقران اللي أمها كانت بتهتم بيها في التجربة الثانية اللي هي بتاعت الأكل اللي حطوهم لمدة عشر دقائق لقى أن الفقران اللي أمها كانت بتهتم بيها بدأت تاكل بعد أربع دقائق بس واستمرت في الأكل لمدة دقتين في حين أن الفقران اللي أمها ما كانتش بتهتم بيها قعدت تسع دقائق من العشر دقائق قبل ما تبدأ تاكل وأكلت لمدة سواني بس علماء كتير بعد مايكل ميني استمروا في إجراء دراسات ممثلة لقوا أن الأمهات الأكثر اهتماما بأطفالهم لقوا أن أطفالهم على المدى الطويل كانوا أكثر استكشافا في المتاهات كانوا أكثر اجتماعية فضلهم كان أعلى صحتهم كانت أفضل كانوا أقل عدوانية وعاشوا الفترة أطول طب ده معناه إيه؟ معناه أن اهتمام الأم بيفرق في حاجات كتيرة جدا 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 بالنسبة للأطفال يعني زي ما احنا شفنا في مجالات كتيرة جدا جدا هنتكلم دلوقتي عن كلانسي بلاير مين كلانسي بلاير؟ هو كان عالم نفس طوري في جامعة نيويورك كان بيدرس الانضباط الزائتي لدى الأطفال الصغار طب عمل إيه؟ كان سنويا بيتابع مجموعة من الأطفال بتتألف تقريبا من 1200 طفل وكان كل سنة منذ الولادة بيقيس عندهم نسبة هرمون اسمه الكورتيزون احنا عارفين أن الكورتيزون ده هو هرمون التوتر وبيستجيب للتوتر كلانسي بلاير لقى أن المخاطر البيئية زي اضطراب الأسرة والفوضى كان لها تأثير جبير جدا طبعا على مستويات الكورتيزون اللي هو هرمون التوتر بس في حالة واحدة بس وهي إهمال الأم لأطفالهم طب نستفيد إيه من الموضوع ده؟ نستفيد أن حتى في الأوضاع الاجتماعية اللي ممكن تكون صعبة جدا اهتمام الأم بالطفل ممكن يغير من مجرى حياته طيب في الجزء اللي جاي هنتكلم عن الأمومة باستفادة أكتر ترجمة نانسي قنقر